موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث حذرت الأمم المتحدة من تعرض حياة الملايين من اليمنين الخطر نتيجة تدهو العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وضعف تمويل خطة الاستجابة الإنسانية جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك لمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق والذي أكد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 ممولة بنسبة 26% فقط ما يجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تماما وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر وحتى المتحدث الأمم جميع المانحين على زيادة مساهمات من خطة الاستجابة اليمنية على الفور لتجنب المزيد من التدهو لمواجهة نقص التمويل وإشكاليات الوصول المحتاجين وانعدام الأمن إلى ذلك أكد مكتب تنسيق شؤون الإنسانية أوتشا أن وكالات الإغاثة لا تزال تشعر بالقلق من أن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتدهور بشكل حاد في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية بما في ذلك ضعف العملة وارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا أغلق مئات المحتجين من سيقي السيارات الخط البحري في مدينة عدن احتجاجا على رفع أسعار مشتقات نفطية منفذين وقفة على طول الخط الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة وتأتي الاحتجاجات ردا على أزمة مشتقات نفطية تشهد عدن منذ أسبوع بعد أن قفز سأل الدب البنزين ساعة العشرين لترن إلى ستة وعشرين ألف ريال وديزل إلى ثمانية وعشرين ألف ريال وارتفعت وطيرة الاحتجاجات في عموم مديريات عدن جراء عدم الخدمات وارتفاع أسعار مشتقات نفطية والمواد الغذائية وترد الأوضاع المعيشية وطالب المحتجون بتوفير الخدمات الرئيسية في مقدمة الكهرباء والماء وضبط عملية التلاعب بأسعار المواد الغذائية قال حاكم مصر في لبنان إن احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت بمقدار مليارين ومائتي مليون دولار في الفين واثنين وعشرين إلى نحو أحد عشر مليار دولار فيما يمثل ثلاثة الاحتياطات قبل ثلاثة عوام مع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها خلال العوام الماضية وكان لدى لبنان أكثر من ثلاثين مليار دولار من احتياط نقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة لكن محافظة البنك أكد أن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك وأضاف أن البنك سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيل قانوننا ليستار عملة بفئات أكبر لتسير استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة وأخيرا أعلن رئيس الوزراء السريلانكي لانهيار التامن اقتصاد بلاده المثقر بالديون مؤكدا على حاجة إلى مساعدة خارجية لإنعاشه من كبوته وانتشاره من الحضيض وقال إن الوضع تجاوز بكثير مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء الذي دخلت البلاد قبل فترة ليس بقصيرة كاشفا عن العقادة متمر المانحين من أجل حصوله على تمويل ترجمة نانسي قنقر